اهلا فيكم برج الدلو في قناتي راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر طبعا القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك فالاوراق مبين من بعدها تحكي لبرج الدلو لانو عم تطير طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن في اشي ممكن تستفيد منه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن يفيدك او يختمك في موقفك فاخد من الفيديو او من القراءة الاشي اللي بتحسه بيفيدك وبيختمك وترك البائل لانو الطاقات بتختلف يعني مش راح تنطبق على الجميع راح نبلش اول بي طاقتك انت وبعدين راح ننتقل الى طاقة الشريك وخطواتكم في المستقبل ونصير العلاقة بينكم ايضا في المستقبل واذا في اي اشي بدنا نوضحه راح نسحب الكروت للتوضيح طيب لننبلش اول بي طاقتك انت او بكروت النصيحة لالك انت يا برج الدلو ويحكي لك التواصل اللي بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه بيتطلب الوقت او بيحتاج وقت فبدك تسمح انه يكون في مجال بينكم تتعرفوا على بعض تحكوا مع بعض اكثر تفهموا مع بعض اكثر simple act of kindness ما تكون كتير صارم وقاسي مع هالشخص او كتير جاف وبارد مع هالشخص لانه مبين انه انت حتى اذا حسيت باي مشاعر تجاه هالشخص عم تكتم عم تخبيها في عندك فرصة جديدة مع هالشخص او رح يكون في فرصة جديدة مع هالشخص لحتى تناقشوا امور ما ناقشتوها من قبل تتعرفوا على بعض اكثر في معلومات جديدة رح تظهر لالك يا برج الدلو او رح تكتشف اشي جديدة رح تطلب منك انه تنظر الى تفاصيلها اكثر بدك تحاول تدقق على التفاصيل سواء كان بمجال العمل او سواء كان بمجال العاطفة بدك تنتبه وتركز على التفاصيل اكثر ايضا الاشياء اهتماماتك والهوبي السبعتك مش غلط انك تشاركها مع الاخرين لانه ممكن يكون في نظرة من عندهم او ممكن تكون اضافة من عندهم ممكن تساعدك في انك تحقق الطموحاتك او الاشياء اللي بتتمنىها سواء كان بالمجال العاطفي او بالعمل عم شوفك ايضا عم تتبع حاليا من باشن او شغف او فكرة معينة انت بدك اياها بتحس انه بتختمك بطريقك بحياتك اشي كتير تنربط معه وبتحس انك كتير منجذب لالو يعني اغلب الاوراق اللي هون تكلعت انت اغلبها مادية فمبين انك مركز اكتر على العمل حاليا وممكن تكون خليت الوضع بينك او التواصل بينك وبينها الشخص او في وقت مستقطع ما عم شوف فيه كتير تواصل مع هالشخص هالي كان المسمة لكروت النصيحة بدنا نشوف طاقتك انت حاليا يا برج الدلو مبين انه انت في عندك حكي بدك تحكيه لشخص او كتير عم تفكر انت بطاقتك حاليا لانه الوراق اللي طلعت عندك جميعها هوائية فانت حاليا بطاقتك عم تبحث الى بداية جديدة عم ممكن عم تكون عم تبحث الى فرصة اخرى بدك تحكي مع شخص وبدك تحكي مع شخص العلاقة بينكم سببت لك جرح ممكن تكون مجروح بسبب بعدك ايضا عن هالشخص وفي اشي بدك تحكي له لانه ممكن يكون ايضا التواصل بينكم لانه متوقف هو اللي عم يسبب لك الام هون او هو اللي عم انت زعلان ومتحير من امره لانه افكارك واضحة جدا اللي بتريده مبين انه كتير واضح اللي بتريده وياكن التواصل بينك وبينها الشخص صعب وهذا عم يسبب لك حاليا جرح او زعلان من هالاشي زعلان من انه التواصل مش متل ما كان في الماضي بينك وبينها الشخص انقطع او خفي كتير عن الماضي من نسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم نشوف انه الحبيب فيه كونفلكت بمشاعره الداخلية يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية لانه عنده مشاعر كتير فياضة ولكن بغير توجيه او بدون توجيه او ما الها دايركشن او خط معين يعني هالشخص ممكن يكون ايضا اللي عم تتعامل معه برج مائي من البعض منكم الابرج اللي ممكن تتعاملوا معها برج مائي فهالشخص كتير حساس انت بتحس انه كتير حساس وكتير في عنده مشاعر مشاعر وبتحسه شخص كتير عميق وهو بالفعل عنده مشاعر عم شوف هون يعني شخص عاطفيا ايضا ان هالشخص ناضج وما بيحب الكزب يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها لانه ما في دايركشن ممكن ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة اختيارات قدة اشخاص بحياته قدة عروض حب عم تقدم لها الشخص وهو مش عارف اي واحدة يختار منهم فاموشن او عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع امشوف لانه في عنده كتير اختيارات كتير مشوش عاطفيا وهالاشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوا نفسه انت طاقتك هون مبينة انه كتير واضحة ولكن هو كتير ملخبطة كتير طاقته ملخبطة ايضا ممكن اذا ممكن ايضا الشخص بيحس انه هو اذا كان اذا كنت انت محوط بعدة اشخاص ممكن يحس ايضا انه في منافسة او بيحس انه ما بده يقوم بها المنافسة مع الاشخاص اللي حوالك يعني اذا في عندك انت برج الدلو اذا في عندك اكس او اذا في عندك اصدقاء عدة بحياتك حاليا انت محوط فيهم هالشخص بيحس انه عندك عدة اختيارات وهو خايف انه يظهر او يبين مشاعره لانه اولا بيحس انه ما بده يتنافس من اجل حبك لانه عرضه صادق فهو بيخاف انه يستثمر بالعلاقة وبالاخير انت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص اخر او تختار اشي اشي اخر ولكن عمشوف انت عم تطلع عليه عم تراقبه من بعيد عم تدرسه من بعيد عمشوف طاقتك انت اهدا من طاقته او متوازنة اكتر من طاقته ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن اعمق تجاهك من ما انت مشاعرك اعمق تجاهه بصراحة انه انت عندك سيوف طلعت اه اوراق عقلية ولكن هو اوراقه عاطفية فحتى ازا في بينكم تضارب او مش عم تتفاهمه من بعض مش عم تحكو مع بعض لانه هالشخص كتير عاطفي وكتير بيفكر بعاطفته ومشاعره بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج الجديه عم شوفك عم تبعد عن اشي معين ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة ممكن عم تبعد عن شخص قديم او ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لانه او رح تبعد عن هالعلاقة لانه طاقة مستقبلية لانه بتحس انه وصلت الى او الى طريق مزدود مزدود صعب عليك انه انت عم تشوف انه ما في حل عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم انت والحبيب ولكن مش عم توجد لها حل فافضل طريق انت بتشوفه او افضل حل انت بتشوفه انك تسحب حالك من موضوع او تختار الصمت او تبعد او تنسحب شوي من العلاقة الى انك عم تحاول روحانيا عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا عم شوف او عم تحاول ممكن تجذب شخص اخر بيختلف من شخص الى اخر لانه في عندك ده مجشن فانت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك ايضا عم شوفك باني صور حول حالك الى انك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا او في المستقبل راح تكون منغلق على حالك لانه عم شوفك تضررت بالفعل ممكن انت تكون متضرر منش من هالشخص ممكن يكون هالشخص جديد شخص جديد في حياتك وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك او علاقة قديمة فشلت ومشان هيك انت كتير محافظ كتير متحفظ كتير مباني حواجز حول مشاعرك فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك اوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس او فيها مشاعر او فيها عاطفية واغلب اوراقه شخص عاطفية بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل شخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغير كتير يعني ممكن بيركز على حكيك اي اشي انت ممكن تحكيه كاجول او ممكن تحكيه بعفوية هالشخص بيركز عليه كتير ولكن في عنده تفاني بالعمل بمعنى انه في عنده تفاني بالعلاقة ومستعد انه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد انه يبدل مجهود بشأن هالعلاقة كينوف سورد شخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق هالشخص ما بيحب الكذب هالشخص كتير متور ممكن ايضا يكون في عندكم اختلاف بالسن ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون اكبر منك او فكرته عن الحب بينكم او اللي بده من العلاقة بينكم بده اشي كبير بده 10 of cups بده اكتمال بده علاقة كاملة متكاملة بده اسره بده علاقة جدية بده خطوبة بده زواج فهمت علي بيختلف من شخص الى اخر ولكن هو عم شوف انه في عنده تفاني كتير لانه هالحلم اللي هو بده اياه سواء كان معك انت او مع شخص اخر هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا او المستقبل عم يبحث الى تكوين اسره بده يكون اسره فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا لانه ممكن ما بيحب انه في حواليك اشخاص وايضا ما بيحب انه في المفروض يكون منافسة بده نفس التفاني منك بده نفس الاهتمام منك لانه مبين انه انت عم تمشي مع الموجة عم تمشي مع الجو ما عم تجبر اشي ولكن هو بده اشي ملموس بده اشي فعلي هالشخص بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل اه رح يكون شوي مشوش انتو الاثنين شوي مشوشين افكار داخلية بارانوية مخاوف داخلية انت بيجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة وهو في عنده مخاوف من اشخاص بحياتك او عروض حب بحياتك الوضع مش واضح كتير بينكم فبنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بيها الطاقة هل رح يصير فيه كلاريتي او هل رح يصير فيه وضوح بينكم تواصل بينكم لانو الاثنين متحفظين امشوفكم على مشاعركم ففيه تغيرات مفاجئة رح تصير فيه تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير اذا انت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتباه لانو ممكن الوضع يتغير او ممكن يصير فيه حساسية بينكم لانو هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجئة صعب انك تتحكم فيها واذا انتو مش هم تحكي مع الحبيب اه فيه عندك او عم تحس رح يوصل رح توصل العلاقة في المستقبل الى حمل عليكم اه رح تحسوه انو تقيل لانو يعني هال العسيان العلاقة بالمستقبل او ممكن للبعض منكم حاليا ايضا عم تحسو انها كتير معقدة بينكم ممكن ايضا انت بتحس انو هالشخص كتير معقد فالعلاقة بينكم ممكن ممكن انت عم تحس ايضا انو هي عم توجد لك شوي من الحمل لانو متطلبات هالشخص كتير او الستاندرد استبعوا عالي او المستوى اللي عم يطمحنا له كتير عالي فبالمستقبل عم شوف انو رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم ممكن روحانيا ممكن عقليا اذا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب اذا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقليا ببعض الصعاب اللي هي رح توصل يعني الى مرحلة رح تكون كتير شديدة او كتير معقدة او رح تحس انو الحملة كتير زاد ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم الى الا استنتاج او رح يوصلكم الى او الى وضوح او الى فكرة معينة استنتاج معين خط واضح تمشوا عليه يعني مبين انو العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما يعني من الله ارادة الله بتحتاج انو تمر بها المرحلة لانو ما رح توصل الى اذا انت ملخبط عاطفيا او هو ملخبط عاطفيا ما رح يوصل الى النتيجة النهائية او القرار النهائي او الانلايتمنت او التنوير بهو شو بيريد الا بس يمر به هالضغط الشديد تفهمت علي؟ فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير فيه تغيرات باوقات مفاجعة لانو دائما بتحكي عن التغيرات فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة رح يصير فيه تغيرات ورح يصير فيه وضوح بينكم اه بدي وضح اشي اشي اخر اللي هو وضحنا انو رح يصير فيه بينكم ووضوح ولكن ما وضحنا انو هل رح يكون فيه خطوة هل رح يكون فيه تواصل فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر انو يتواصل معك او يقدم لك رسالة او عرض حب بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة يعني مش فقط خطواته هو بنفسه شو هو مصير العلاقة بينكم اوكي اوراق كتير 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 جميلة ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي بالاخص برج السرطان لانو هالكارت بيتبع برج السرطان فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي جوجمنت في بينكم بوعد بالمسافات ولكن عم شوف انو فيه تقدم ورقة بتحكي عن التقدم المستمر الدائم فهالشخص فيه رحلة عن البحث عن الريضة العاطفي هالشخص هو مختار قرار انه هو آ آ آ آ آ آ آ بده الرضا العاطفي بده تين أف كابس عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص وعند ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجعك ولكن هو فيه تقدم مستمر إذا أنت ممكن توفر له اللي هو بيريده لأنه هو هون أغلب كروتو بده رضع عاطفي بده أسرة بده إشي جدي عمشوف هالشخص عم يحاول يكون أسرة حاليا فإذا أنت بتشوف أنه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار لأنه هو الاشي الوحيد اللي خلا يبعد عنك أنه عم يحس أنك مش جدي عم يحس أنك غير جدي عم يحس أنك أنت محوط بأشخاص وأطراف أخرى شمت علي فهو عم يبحث على هالسعادة عم يبحث على تكوين أسرة فما بده الوضع يكون كتير جدي ممكن يصير في بينكم لقاء أو يصير في بينكم حديث غير متوقع لأنه مثل ما حكينا تغيرات في الأحداث غير متوقعة رح تصير فممكن الوضع بينكم رح يتغير بمعنى أنه رح تصير تغيرات أنت حتى وهو مش رح تتوقعوها ورح توصلوا إلى استنتاج أو إلى فكرة أنك رح تفهم الفعل هالشخص شو بيتطلب منك أو شو بيريد منك لأنه مبين أنه أنت ماخد الوضع بأراحية أكتر يعني يعني براحة أكتر أنه أنت ماشي على أهوى الجو ولكن هالشخص عم شوفي عنده شوي أيضا كونترول إيشيوز أو بيحب شوي السيطرة بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة لأنه عنده فبيحب يكون متحكم أكتر بالأمور فمشان هيك بده اهتمام منك أكتر بده 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 يعطي على أد ما هو بيطل العلاقة حباي ببرج الدلو بتمنى القراءة تكون فعدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكومنت شارع وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم